تطلعات سياسية لحسم الكابينة الوزارية على أساس الأغلبية السياسية رغم الاعتراض عليها من قبل الإطار التنسيقي كمنهج سياسي لإدارة البلد تلويح بورقة جعفر الصدر لتولي منصب رئيس الوزارة كمرشح عن التيار الصدري يقابلها أيضا ترحيب باقي القوى بشخصية الصدر على الرغم من تمسك الإطار بموقف التوافق وهو ما قد يعني تشكيل حكومة أغلبية لا تخلو من تشارك المناصب مع باقي القوى السياسية يعني القالب السياسي لإدارة الملفات السياسية في المرحلة القادمة التي يسعى لها التيار الصدري هو قالب أغلبية سياسية وهذا القالب الأغلبية السياسية يدار في رؤية سياسية لا يقف عند شخصية رئيس السلطة التنفيذية حكومة ستكون حكومة أغلبية لأنه التيار الصدري متمسكين بحقهم باعتبارهم أنه أغلبية واعتبار أنه أغلب المقاعد هي التيار الصدري لكن ممكن أن يدخلون معهم الأطار التنسيقي وفق شروطهم هم الوقت على حساب المواطن فكلما تأخرت القوى السياسية في حسم ملف رئيس الوزراء كلما تأزمت الأوضاع أمنيا واقتصاديا وسياسيا وكانت مردوداتها سلبية على حياة المواطن كلما تأخرنا في تشكيل الحكومة كلما كانت هناك أزمات داخلية قد تعصف بالداخل العراقي على اعتبار بأن الوضع الأمني هو متأثر تأثر كامل بالفراغ السياسي الذي نشهده اللام اليوم وبالإضافة لذلك موضوع الأمن الغذائي قد تكون له تداعيات مستقبلية كبيرة في حال لم تكن هناك أي تسارع في تشكيل الحكومة القادمة على الرغم من التجاذبات بين الكتل السياسية المتخاصمة لحل الأزمة وإنهاء الانسداد السياسي إلا أن الأحزاب السياسية وبحسب المختصين متمسك برغباتها ولا نية للتنازل من أي جهة سياسية من بغداد محمد فراس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر